تعالوا نشوف قايدة ونشوف ازاي نوجد مجموعة حل المعادلة ازاي بحل المعادلة وايه فكرة اصلا حل المعادلة فكرة حل المعادلة اني بوجد قيمة المجهول اللي موجود جوه المعادلة فمثلا لو انا عندي قلت سين تساوي خمسة دي معادلة وموجود قيمة الحل بتاعها اني سين تساوي خمسة يبقى هنا معادلة قيمة السين محددة اذا ميم ح او مجموعة الحل اختصار كلمة مجموعة الحل ميم ح إذن مجموعة الحل هتساوي 5 طب لو عندي معادلة بشكل آخر زي إيه زي سين زائد 10 تساوي 13 أنا عندي سين هي المتغير علشان أعرف قيمة سين المفروض إن أنا همشي بخطوات هنأخذها كمان شوية طيب المفروض إن سين زائد 10 تساوي 13 طيب علشان أعرف أحلها أعمل إيه المطلوب قيمة سين فبالتالي أي عدد موجود عند السين هواديه النحية التانية أو بعد علامة اليوساوي بس بعكس العملية الحسابية يعني أنا عندي هنا موجة بعشرة فهتروح النحية التانية بسالب عشرة أو عندي زائد عشرة هتروح النحية التانية بنائس عشرة فهتصبح سين تساوي 13 نائس عشرة هتساوي 3 إذن قيمة سين هنا بتساوي 3 تعالوا نتأكد للتحقق بقول إن سين زائد 10 تساوي 13 تعالوا نشيل سين ونحط قيمتها أهي مجموعة الحل بتاعتي كانت 3 تعالوا نشوف 3 زائد 10 هل تساوي 13 فعلا 3 زائد 10 تساوي 13 إذن مجموعة الحل هي القيمة اللي بتحقق المعادلة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن